السلام عليكم الأخوان الطالب والأخوة الطالبات هنا بالنسبة للناس الذين لا يعرفون كيف يخرجون الورقة تصريح الأجر أول شيء يفعلون الأقرب وكالة للضامة الاجتماعي يدعون لك كارت ناسيونال يقولون أنه لا يوجد رقم تسجيل لا يوجد رقم تسجيل يوجد رقم تسجيل المتبس يجب أن تتلسجي المصينيس تدخل لها الحلقة تدخل الفاضة المؤمن له تدخل لها تدخل لها تدخل الفاضة المؤمن له يعطيك تسجيل الدخول تدخل هنا تدخل دخول تدخل 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 المؤمن له التعقل منها أول مرة يقولون تدخل الفاضة مؤمنة في الخانة الأولى تكتب الموتباس القديم تكتبوه ثم تعطيوهم شي موتباس جديد من عندك الموتباس اللي هتعقل عليه تديره تأكيد لك الموتباس الجديد تعود تديره تدير فاليديس اوكي تقبيل الموتباس ديال تخرج من الابليكاسي و تدير ديكو نكتي و تدخل تدخل الموتباس تجيل دخل من جديد تدخل لك رقم تجيل و تتخل لك الموتباس الجديد اللي يدرتي صحي مليك تدخل كيعثوك بحال هاد كيتمشيل شهادتي مليك تدخل لشهادتك يقول لك النوع الشهادة اللي بغي تخرج تقول لهم شهادة تصريح بالأجور تديرك يعثوك هالتيليشارجي كتبرك هالتيليشارجي بحال هكا تدخل لك ساعدتك تدخل لك مليك تردخل مليك تدخل لك